اعتماد حكومة موحدة تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي تنال شرعيتها من السلطة التشريعية الدستورية في البلاد توحد المؤسسات وتمهد الطريق نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر هو الأولوية اليوم في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وهو ما تتطلبه أيضا المصلحة الوطنية العليا البلاد اليوم أمام تحدي منح الثقة لهذه الحكومة من قبل مجلس النواب لتتمكن الحكومة من الانطلاق بعملها وفق أسس قانونية سليمة تبعد الحاجة للموافقة الدولية وما يشبها من انتقاص لسيادة ورهن مصير البلاد لتدخلات الخارجية وبعد المناشدات المحلية وحتى الدولية ضرورة التئام مجلس النواب في جلسة مكتملة نصاب لمنح الثقة لحكومة دبيبة خرج رئيس مجلس النواب المستشار قيل صالح ببيانا دعا فيه النواب إلى عقد جلسة في الثامن من شهر مارس بمدينة سيرت مشيرا إلى نقل الجلسة في التاريخ ذاته إلى مدينة طبرغ في حال تعذر عقدها في سيرت وكان قد سبق لصالحا أكد في تصريحا من المغرب عدم وجود رفض أو عرقلة داخل مجلس النواب لإنشاء حكومة جديدة تجمع الوسط النيابي وفي بيان له عقب هذه التطورات أعلن موافقته على حضور الجلسة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب سواء كانت في سيرت أو أي مكان آخر يقع عليه التوافق بين أعضاء المجلس ويضمن خضور نصاب الإنعقاد ومنح الثقة تجمع الوسط النيابي أكد في بيانه أن ما أعلن عنه من رغبة في إصلاح مجلس النواب بدءا بإعادة انتخاب رئاسته ما زال قائما ولكنه يؤجل إلى حين الانتهاء من اعتماد حكومة الوحدة الوطنية كما دعا البعثة الأممية إلى إرسال مراقب لحضور الجلسة وفتح المجال أمام حضور مراقبين محلقين من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشأن السياسي وذلك من أجل ضمان سلامة عقاد وسير الجلسة وعدم التلاعب بقراراتها جلسة منح الثقة أو الجلسة التاريخية إن تمت كما يسميها الكثيرون ستكون بداية لمرحلة تاريخية جديدة في عهد ليبيا من صنع أبنائها وبموافقة شعبها بعيدا عن الضغوطات الدولية وتدخلات الأجنبية ترجمة نانسي قنقر